أشرف والي غورغول على انطلاق الأنشطة التطوعية التي ينظمها اتحاد الجمعيات الشبابية في مقاطعة الكصيبة وشملت هذه الفعاليات تنظيم قافلة صحية وحملة تشجير في المدينة إضافة إلى أنشطة ثقافية ورياضية تخليداً ذكرى ثالثة لتولي رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني مقالد السلطة في البلاد وضمن الأنشطة التطوعية التي يقوم بها اتحاد الجمعيات الشبابية في مقاطعة الكصيبة في الداخل والخارج انطلقت فعاليات هذه التظاهرة التي تتضمن تظيم العديد من الأنشطة في مجال البيئة والتعليم والصحة ولغورغول سيد أحمد نولسدب ولد إشرافية على افتتاح هذه التظاهرة الشبابية ذمن مثل هذا النوع من المبادرات مؤكداً دعم الدولة لكل الأنشطة التي تستهدف تطوير التنمية وتحسين ظروف المعيشية للمواطنين شاكر اتحاد شباب الكصيبة باعتبارهم هما الأمل في التنمية وهما الأمل في تطور المجتمع وهما للهي قدو الدولة في المستقبل ومؤكد لهم على النشاطاتهم هذه على أنها تدخل في إطار صميم التوجهات العامة للدولة والفخامة رئيس الجمهورية محمد والشيخ القزواني من أهم المميزات المميزة مقاطعة الكصيبة هي على منطقة زراعية ورعوية في نفس الوقت وعلى أن هذه السنة رئيس الجمهورية أطلق الحملة الزراعية من مقاطعة تام الشيكب وعلى أننا في هذه المنطقة وفي قرقل بشكل خاص كنا هما ليعتمد علينا موريتانيا كاملة في الزراعة راجعين إن شاء الله على أننا لك اللي كنا فيه في السنوات الماضية نرجعونه وعلى أننا قبلوا كاملين على الزراعة خاصة الشباب القائمون على التظاهره ثمنوا قرار الدولة تحويل الكصيبة إلى مقاطعة وما سيتيحه ذلك من تحسين واقع الخدمات الأساسية في هذه المقاطعة الوليدة هذا الموجي يعبر عن أهمية اللي يعطيه السلطات للمواطنين إنما كانوا بن نيني جلوالي ممثل الدولة الحفلة كيف تهد معنا عن فهم تعليمات ولا توصيات فخامة الرئيس من تقربة الإدارة من المواطن وهذا مولي الوالي قرقل شاكرينكم عليه بل ما خالق أي طالب حلولكم ووقفتوا به جميع الملاهة إزاكم الله خيرا وما ننسى مولي نشكر فخامة الرئيس علي المشاريع اللي قام به بالبلدية بل الكصيبة ما كانت مقاطعة وكان العمدة المساعد لبلدية الكصيبة والمتحدث باسم لجنة التنظيم قد تحدث قبل ذلك حيث عبر عن شكر سلطات العمومية على ما تبدله من جهود لتحسين ظروف سكان قرقل وتقريب الخدمات منهم وتشجيع المبادرات الشبابية التي تساهم في دعم التنمية المحلية ولقرقل وفي إطار فعاليات هذه التلاهرة زارت توسعة المركز الصحي في الكصيبة والتي تم بناؤها على لفقة بعض أطر المقاطعة في الداخل والخارج إسهاما منهم في تحسين البنية التحتية الصحية حيث ستخص هذه التوسعة لقسم الأمومة كما أشرف سيد الوالي على إطلاق عملية تشجير واسعة تستهدف البرافق العمومية والشوارع الرئيسية لمقاطعة الكصيبة ضمن تشجيع ثقافة التشجير والمحافظة على الوسط البي واختتموا لقرقل نشاطاته في الكصيبة بوعينة الجسر المائي الواقع عند مدخل المدينة باتجاه مبود حيث عين مستوى ارتفاع مسوب المياه القادمة من فهم الكليتا والآليات المتاحة للتحكم في هذه المياه والاستفادة منها في مجال زرعة محمد علي السالك للقناة الموريتانية مقاطعة الكصيبة